اشتركوا في القناة منظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر سموه أشاد بالجهود العظيمة التي يبذلها جلالته رعاه الله في خدمة الإنسانية على مختلف الأصعدة وعرب سموه عن بالغ احتزازه بالدور البارز الذي يطلع به جلالة الملك المفدى أيده الله في إرساء مبادئ الإنسانية وقواعدها النبيلة وتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق السلام بين الشعوب على مبدأ التعايش السلمي الذي يسهم في تسوية العلاقات الإنسانية في المجتمعات والأديان والأوطان وأكد سموه الشيخ خالد بن حمد أن هذا التكريم له دلالات واضحة واعتراف كبير بدور جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على المستوى الدولي في مجال العمل المجتمعي والإنساني باعتبار جلالته قائدا ملهما ونموذجا يحتذا به في تعزيز السلام وتنمية المجتمعات عبر المبادرات المتميزة التي تدعم المشاريع الإنسانية والتنموية وتعزز من حقوق الإنسان وفق رؤية نابعة من المسئولية تجاه البشرية تقوم على التسامح والتعايش السلمي بين الجميع داعيا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته وأن يمده بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والإزدهار في ظل العهد الزاهر لجلالته رعاه الله